السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السكالة في عندنا مصطلح اسمه trait اللي هو تيجي بمعنى الانترفيس في لغات البرمجية منها الجافا مثلا السكالة شوف تي تريت تريت يعني الانترفيس يعبر عن الانترفيس في الجافا مثلا في اللغات البرمجية الأخرى أيضا في عندك كلمة انترفيس بس لكن السكالة تسميها شنو تسميها بالتريت نفس فكرة الانترفيس زايدا انه هي تقبل فنكشنات غير كاملة وكاملة يعني تقبل الغير كاملة والكاملة فنكشنات الكاملة هي فنكشنات عادية فنكشنات الغير كاملة اللي فقط أقواص عندها هذي نسميها بالابستراك ميثود يعني هنا أنا على سبيل مثال في عندي ديف اه برينت نيم زين و عفوا خوبس وهالشكل هذا الفنكشن مدام ما كامل نسميه بالابستراك ميثود هذا يسمونها ابستراك ميثود تمام سو هذا ما ينفع يكتب اسمه كلاس يأما ابستراك انضيف له يعني هنا أنا شوف لاحظ بالدرس السابق ابستراك اوكي عادي راح الارار اوكي بس احنا موضوعنا شنو هو تريت فإذن هذا انترفيس نسميه تريت تمام تريت تريت اه سوري مو كلابيتا سمو تريت هو يعادل الانترفيس في لغات الأخرى فإذن أقدر أذكر بيها الفنكشنات وأقدر أيضا أرث من عنده يعني على سبيل مثال إذا عندي كلاس كلاس اسم محمد يقدر يعمل اكستينت اوكي في اللغات البرمجية الأخرى لتستخدم الانترفيس يستخدمون امبليمنت تمام الكلاس لما يرث من كلاس يقولولا اكستينت الكلاس لما يرث من الانترفيس يقولولا امبليمنت بس بالسكالة كلاس كان أو تريت كان فهو يبقى كلمة اكستينت فاكستينت من هذا الانترفيس احنا ننطلئ لإررار ليش لأن عندك فنكشن غير كامل فلازم تكمله ياما تضغط على هاي ياما تجيبه هو نفس الاسم واتكمل الأقواص الشي اسمه مالتا تمام فخلونا نجي هنا ناخذ البرنت مثلا إذا كنا ناخذ البرنت ياس هذا نجي print name اللي هو أحمد عيسى مثلا بالتالي هذا الاسم محمد تقدر تجيبه هنا تقول نيو محمد constructor لا يحتاج لأنه ما بيه constructor و هنا dot print name هذا نحن فخلونا نجي نجرب نعمل لرن آه animal موجود oh my god الحق 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 رح يطلئ لرغ اه انطاني لرغ هم هم لك هم هم محمد هم موجود آه خلي نغير أوكي وهذا هم أثفل أيضا لازم أغيره أي كلاس موجود اسمه بالكلاسات الأخرى رأسا يقتك راج لاحظ أحمد عيسى إذن trait ممكن أضيف بها function هذه function abstract وأجي أستخدمها في الكلاسات عادي حالا حال ال abstract class اللي استخدمتها سابقا تمام طيب في حالة أنه في عدنا function هذا anim ماريد استخدمها تمام يعني خلي نقول print info يعني هذا function anim ماريد مشكلة رح ينطيك على كلاس محمد إيرور ليش يقول لك أنت لازم تنفذ هذا الميثود اللي موجود هنا ما دام أنت ترث من trade يجب تنفيذها نفس فكرة abstract class طيب لو أنت فعلا ما تريد تستخدم هذا function أنا ماريد يا أخي إذن هذا class تقدر تحول إلى abstract بمجرد إضافة كلمة abstract قبل class فمن حقك عدم تنفيذ هذا class الغير موجود لنحن قلنا إذا class عادي يرث من abstract class يجب ذكر الفنكشن الغير تام إذا في حالة class يرث من trade وفي داخلها function غير كامل يجب ذكر هذا الفنكشن إذا استخدمت أو ما استخدمت بس لازم يكون موجود في داخل هذا class حالة تقدر تفلت من هذا الشي ما تريد تنفذ هذا class أنه أنت هذا class الموجود تضيف قبل abstract من تضيف abstract من حقك إنه ما تستخدم هذا function تمام فهال شكل تقدر تفلت من الفنكشنات اللي موجد هنا يعني أنت ما محتاج ها أصلا فممكن عادي why not طبعا هنا عدنا error تيطلع ليش لأن هذا function ما موجود dot print info وكي and this one not implementing method print name and okay implement method print name this one abstract class yes so هنا تقدر أنه تعمل شي sorry يعني أنه هذا print name بتنفيذ أو ممكن عمل بداخل محمد أيضا also by the way oh sorry هذا class أوكي دا يطيلك هنا 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 إررار هذا أبسترق كلاس أبسترق كلاس ما ممكن إنشاءها أبسترق كلاس ما ممكن إنشاءها ما تجعل تعمله أه.. إنستانس أحيان إذا في هذا caso إحنا هذا استخدمنا فنقدر إنه نيجي هنا على سبيل المثال نستخدم كلاس آخر دي هذا يعمل extend من محمد تمام اهنانا override ينذكر اهنانا عادنا مشكلة شنو implement المن للprint name لاحظة هنا المprint name معطل scala trail اقدر استخدمه هنا اوكي وهذا اقدر اضع اقواس المجموعة واقدر اقول اهنانا مثلا print name المرة سوري محمد عيسى اوكي فهنا راح استخدم هذا الكلاس اللي هو مو abstract تمام السبب واضح جدا لانه انت الكلاس لما تعمله abstract ما تقرر تعمله instance يعني object من عنده اذا ممكن استخدم class abstract اذا في حات ما رد انفذ كل الفنكشنات الموجودة هنا يعني عندي مثلا خمس فنكشنات في عندي ثلاث فنكشنات على سبيل المثال في عندي ثلاث فنكشنات استخدمه و function واحد او function 2 ما احب استخدمهم في class محمد لان هذا class فرعي اوكي بعدين يجي على class اخر تمام بعدين بيجي على class اخر فحتى ما انفذ هذا الكلاس اقدر اعملك abstract واخذ بس من هذا الكلاسات اللي ااني احتاجها تمام انا في ذا بالنهاية لما اجي على الكلاس الثالث لما اعمل extend من class abstract فرح يجيب هذا وهذا ثنيين هاتم رح يجيبها احنا بالتالي هذا الكلاس اقدر استخدمه هنا في الـ object والـ main function وانادي عليها سواء print info او show الاخر امكان كان اه print name فتظهر لي بهذه النتيجة جميل اضافة الى ذلك ممكن انه محمد يعمل extend من class يعني تقدر تستخدم بالـ trades تقدر تاخذ من trading في نفس الوقت يعني على سبيل مثال اذا كان هذا trade مثلا هذا abstract class وهذا trade اوكي او هذا ما اقدر اعتبره trade يعني هنا trade اعتبره ثان trade انا عندي زين فالتريد الاول هو محمد اقدر اقول له اذا اريد احتاج مثلا print name ايضا لان هنا print name راح ينطيني error فهو هذا محمد يعمل extend من trade محمد وقول له بعدها with التريد الثاني فرح يرث من محمد ويرث من هذا شوف هذا class يرث من مكانين هنا نقدر نعتبر شنو وراثة متعددة من two trades بالنتيجة راح ينطيني نفس result نفس النتيجة same فما عندي اي مشكلة على فكرة التريد ممكن انه يحتوي على مثل ما قلنا function غير كامل أو function كامل هذه قلنا عليها method abstract نعتبر هذا لا non abstract كامل وغير كامل خلو نقوم وقف هنا نكمل لك بالرس القادر السلام اشتركوا في القناة